السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة استعلم تجويد صورة البقرة برواية ورشع النافع هذه هي الحصة التاسعة والستون توقفنا في آخر حصة عند الآية مئتين وخمسة وثلاثون إذن لنكمل أول شيء قلنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكما عودتكم فإننا نقرأ الآيات ونستخرج الأحكام وفي الأخير نقرأ قراءة مرتلة كما فعلنا في الحصة السابقة إذن لنبدأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا هنا حرف الحا يجب نطقه مثل كلمة حسن هكذا لا نقول حا بل حا لا نقول حا بل نقول حا يعني حرف حا فهو مرقق حافظوا وانتبه على حرف الضاد لا نقول حافظوا بل حافظوا على الصلوات هنا اللام مفتوح وقبله الصاد مفتوح إذا تذكرتم في أحكام اللام فإن اللام هنا يجب أن يفخم الصلوات على الصلوات والصلاة هنا كذلك اللام مفتوح قبله الصاد مفتوح يعني أن نفخم اللام هذا الواو لا يلفظ هنا لا نقول والصلاوات بل والصلاة هذا الواو لا يلفظ والصلاة الوسطى هنا انتبه لحرف السيلة ننطقه كالصاد والطا مفخم وإيمالة صغرى نقول والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مع مد هنا حركتين أو أربعة وست للمد العرض للسكون والقاف مفخم بعده هذا المد وهو الألف الخنجرية ويمد بحركتين يجب تفخم المد لأنه قبله حرف مفخم وهو حرف القاف قا ولا نقول قانتين بل قانتين فإن خفتم فرجالنا ورقبانا فإن خفتم هنا النون ساكنة بعدها حرف الخام من حرف الإظهار نظهر هذه النون فإن خفتم وتنتهي خفتم بمم ساكنة بعدها حرف الفا يعني إظهار شفاوي من أحكام مم ساكنة فإن خفتم فرجالنا ورقبانا هنا فرجالا نرقق الرأ لأنها مكسورة ولدينا التنوين بالفتح بعده كلمة أو يعني كانت هناك همزة قطع فتم حدفها لأن لدينا النقل نقلت حركة الهمز للساكن قبله الساكن قبله هو ترك النون في التنوين إذا قلنا فرجالا تسمع النون ساكنة ستصبح مفتوحة لأن الفتحة ستنتقل إليها من هنا ستصبح فرجالنا ونمر مباشرة إلى الواو فرجالنا ورقبانا رقبانا الرأو مفخمة وهنا نقف بحركتين لمد العواد رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون هنا تبال حرف الذال ونمدد ست حركات للمد المشبع المنفصل ونخفي النون هنا وغنط الإخفاء نرقق ولأن بعدها حرف التأ مرقق ولدينا أمنتم تنتهي بميم ساكنة بعدها كلمة فاذكر وتبدأ بحرف الفأ يعني إظهار شفاوي وهو من أحكام الميم الساكنة تبال حرف الذال ورأونا مفخم وكلمة الله اللامو مفخم كما علمكم ما علمكم تنتهي بميم ساكنة وكلمة ما تبدأ بميم ولاحظوا الميم مشدد لماذا لأن لدينا الإدغام الإدغام الشفاوي وهو ذلك من أحكام الميم الساكنة هنا لم تكونوا لدينا لم تنتهي بميم ساكنة وتكونوا تبدأ بحرف التأياني يعني إظهار شفاوي وهو من أحكام من الساكينة ما لم تكن تعلمون نمدد هنا حركتين أو أربعة وستة للمدل عارض للسكون في الأخير سأقرأ قراءة المرتلة كما قلت لكم والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا وصية لأزواجهم متاعن للحول غير إخراج والذين انتبه للذال يتوفون منكم نخفي النون ونغنط إخفاء نراقق يقول أنا بعدها حرف الكاف مراقق وتنتهي منكم بميم ساكينة وبعدها حرف الواو يعني إظهار شفاوي منكم ويذارون اعتبال الذال والرأة مفخم أزواجا وصية أزواجا تنتهي بتنوم بالفتح بعدها حرف الواو يعني إضغام بغنى نقول أزواجا وصية ل هنا وصية تنتهي بتنوين بالضم وبعدها كلمة لأزواجهم تبدأ بحرف اللام يعني تنوين وبعدها حرف من حرف الإضغام بغير غنى يعني إضغام كامل نقول وصية لأزواجهم متاعن لأزواجهم تنتهي بميم ساكينة بعدها كلمة متاعن تبدأ بميم مشدد يعني إضغام شفاوي وهو من أحكام ميم ساكينة نقول لأزواجهم متاعن متاعن تنتهي بتنوين بالفتح وبعدها كلمة إلى تبدأ بهمزة القطع التي تم حدفها بسبب النقل يعني تلك النون في التنوين في كلمة متاعن تلك النون الساكينة ستصبح مكسورة متاعني ونمر مباشرة إلى اللام متاعن للحول غير غير اعتباه الراء مرقق لأنه سبق بيئة ساكينة كلمة إخراج كذلك الراء مرققة بالرغم أنها مفتوحة لماذا؟ لأن ما قبلها ساكين ما قبلها مكسور وهذا الساكين لا يعتد به شرحت هذا في درس أحكام الراء متى تفخم ومتى ترقق ما عمد هنا حركتين وأربعة وسيط المدل عرض للسكون ونقف على الجيم بقلقلة كبرى فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن مما عروف فإن خرجن هنا نون ساكينة بعد حرف الخاء يعني نظهر هذه النون لأنه بعد حرف من حرف الإظهار والراء مفخم والجيم نقلق له قلقلة صغرى فإن خرجن فلا جناح عليكم في هنا عليكم في يعني عليكم تنتهي بميم ساكينة وبعدها حرف الفاء يعني إظهار شفاوي عليكم فيما فعلنا في أنفسهن هنا مدسة حركة للمدل المشبع المنفصل وإخفاء النون في كلمة أنفسهن وترقيق الغنة لأن بعدها حرف الفاء مرقق والنون بغنة كاملة مما عروف لدينا هنا نون ساكينة وبعدها حرف الميم من حروف الإدغام بغنة يعني لدينا إدغام بغنة نقول مما عروف مع تفخيم الرأونة ومد حركة 24 للمدارد للسكون والله عزيز حكيم والله تفخيم اللام عزيز تنتهي بتنوين بالضم وبعدها كلمة حكيم تدأ بحرف الحق وهو من حرف الإظهار إذن نظهر تلك النون في التنوين نقول والله لاحظوا معي هنا عزيز حكيم هل لاحظتم؟ ومد هنا حركة 24 للمدارد للسكون وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات هنا تفخيم الطاء لأنه من حرف الاستعلاء والقاف كذلك لأنه من حرف الاستعلاء واللام كذلك مفخم لأنه قبله حرف الطاء مفتوح واللام كذلك مفتوح نقول وللمطلقات متاع هنا لدينا إقلاب لاحظوا متاع الإقلاب جاء هنا في التنوين ننطق الضم الأولى والضم الثانية ميمن متاع بالمعروف ما أمد هنا حركة 24 للمدارد للسكون وتفخيم الراء حقا على المتقين حقا على هنا التنوين بالفتح وبعدها حرف العلم الحروف الإظهار إذن نظهر تلك النون في التنوين نقول حقا على المتقين اعتباه للتألا ننطقه مثل الطاء ونمدد حركة هنا أو أربعة أو ستة للمدارد للسكون حقا على المتقين ولا نقول المتقين بل نقول المتقين كذلك يبين الله تفخيم اللام هنا اعتباه لحرف الذال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون هنا مدد ست حركة للمدد صلة ميم الجمع والذين نمددوا البدا نمدد حركتين أربعة أو ستة اللي ورش ثلاث أوجوه ونمدد هنا حركتين لمدد صلة صغراء لعلكم تنتهي بميم ساكن وبعدها حرف التأ يعني إظهار شفاوي لعلكم تعقلون مدد حركة هنا أو أربعة أو ستة للمدد العرض للسكون إذن أتوقف عند الآية مائتين وأربعون وأردت لكم هذه الآيات التي شرحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم ألقاكم في الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته